اشتركوا في القناة اكثر من مئة مستثمر وأصحاب أعمال في مجلس التعاون الخليجي حضور أكد متانة العلاقة الأردنية مع دول الخليج عموماً ومملكة البحرين على وجه الخصوص هناك خطة استراتيجية من دول مجلس التعاون على مستوى القادر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بيننا وبين المنملكة الأردنية الأردن عزيزة علينا والأردن امتداد للخليج ولذلك نشوف هناك مقاومات كبيرة جدا للأردن لخلق الوظائف في الأردن وفي الخليج كذلك هناك خوة عاملة كبيرة جدا الأرقام اليوم تحكي عن استثمارات حوالي 40 مليار دولار تحكي أيضا عن تبادل تجاري سنوي حوالي 6 مليار دولار تحكي عن تحويلات العاملين الأردنيين في دول مجلس التعاون بحوالي 3.5 مليار دولار كل هذه الأرقام كبيرة ولكنها مرشعة وبقوة بدعم من قيادات دول مجلس التعاون والقيادة الأردنية جلسات المنتدى ركزت على آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات ومن جانب آخر شهدت الجلسات تعاونا في مجال السياحة والعلاجية منها نظرا إلى إقبال مواطني دول الخليج سنويا لزيارة الأردن كوجهة مفضلة لديهم وجود مستثمرين من دول الخليج في الأردن في هذا الوقت هو عامل أساسي ومهم من ناحية التوقيت ومن ناحية الآلية التي ممكن نتواصل معهم فيها لتوصيل الأفكار وتوصيل الفرص للمستثمرين وكمان نقدم لهم المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار خارطة طريق جديدة يتبعها المنتدى هذا العام بعد التوقف الذي حصل جراء جائحة كورونا وحضور بحريني أكد ازدهار العلاقات التشاركية والتعاون الاقتصادي مع الأردن آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري شعار أكد عليه المنتدى هذا العام بما يسهم في تعزيز الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي آية السيدة تلفزيون البحرين عمان